الأول كان دور ممتاز جداً يعني ما فيش ولا هزيمة كمان الدور الثاني بعد الكورونا كان فيه اختلاف في طريق اللعب كان فيه مشاكل في اللعبة في الإصابات بس تيل الأهلي برضو حقق رقم قياسي 28 انتصار الأداء مع المسلمين اختلف كان فيه إصرار جامد على أساس أنهنا البطولة ديت ما تخرجش من النادي الأهلي أداء رائع فريق رائع وأتقدم بالتهنئة للخطيب حبيبي بيبو وقل له مبروك الأهلي تلت جوان فلة هو احنا إن شاء الله أننا السنة دي حققنا أقوى خط دفاع وأقوى خط هجوم وربنا وفقنا إن شاء الله اللي احنا حصلنا على دور السلة الـ 42 دي ده الموسم الـ 42 وبنبرك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ومجلس الزارة النادي الأهلي الموسم ده من أحسن نواسم اللي عداها النادي الأهلي النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت طبعا المستوى متغير تماما المدير يفعلني على أعلى مستوى اللعيبة فهمة بعض دلوقتي جدا يعني حابين بعض ودبين في الملعب جدا الأداء متناصق جدا يعني في الملعب بيقربوا من بعض بصراحة كان الموسم استثناء النادي الأهلي استنادي والموسم كان طويل جدا بسبب ظروف كورونا والأهلي بصراحة الأداء كان كويس جدا في الدور الأولاني برضو بس بعد أزم الكورونا وكده الأداء تهتز شوية بسبب أزم الكورونا وكده بس رجع بعد كده الأداء بعد المدارب الجديد جاه لداء تحسن جدا والمستوى اللعبة كلها بارتفاع والله الفريق في الموسم دوت كان بيقدي بشكل متوازن في الدفاع والهجوم وحاجة يعني ممتعة ومفرحة بالنسبة للفريق النادي الأهلي أشكرهم كلهم على المجهود اللي عملوه كان مجهود جبار ورفعهم رأسنا ومقدرش أقول لهم ألف 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 شكر حتى بتعلق حتى اللي كانوا في الاحتياط بنقول لهم شكرا طبعا على المجهود اللي بزيروتو للموسم وشكرا بطولة الدوري ومستنين منكم بطولة أفريقيا المشوار لسه يعني مخلصي احنا مش بس عايزين بطولة دوري منكم لا احنا مستنين الكاس ومستنين بطولة أفريقيا وده اللي عودتوا عليه النادي الأهلي يعني وجمهير النادي الأهلي حلوم احنا متعاودين عليكم رجالة فعايزينكم تفضلوا رجالة لحد ما ناخد البطولة إن شاء الله ناخد أفريقيا عشان هو ده اللي همستنين والدوري بالنسبة لنا عادي هم ناخده كل سنة هم حاجة اللي